شوف أبو سياد ما زلت أنت محامي بقوة الحكام ويحترم رأيك ويقدر هذا من الفيتو يقول لك السادة عبدالله متى نضع كامل الثقة في الحكم المحلي ودائماً من شاهد الفريق الخاسر يضع الحكم شماعة لخسارة والسؤال الأهم متى سنشاهد تقنية خط المرمى في ملعبنا نقول لك بالنسبة لعودة الحكم إدارة قوية إدارية فنية شخصيات حكام حماية من اتحاد من يتخذ القرار دائماً اللي أعرفها هل هي الرابطة اللي متمثلة في الأندية أم الاتحاد مجلس إدارة الاتحاد مجلس إدارة الاتحاد الأندية ما تضغط عليهم هم أعضاء بس الحكام هم أعضاء بس الأندية تضغط تقدر تقول لك لا أنا أبي حكام أجانب بس بقول لك نفس الأعضاء ونفس الأشخاص موجودين في الاتحاد حق أحمد إيد الآن سحب منها فقط الحكام بقوا نفس الأعضاء كان يصوتون أندي يا أبو وليد ونعرفهم وبإمكانك تتواصل معه بالذات صالح ابن خاء وش كان دعمهم للحكم السعودي هم أعضاء الناس كانت تعتقد أن أعضاء الاتحاد السعودي ضد الحكام يوم صار في تصويت في مجلس إدارة الاتحاد وجدوا المؤيد يا أبو وليد لذلك عاد الحكم السعودي في ذيك الحقبة وخط المروى متح مستخدمة يا أخي تقنية بسيطة بلولاين أنا وياك قاعدين نسويها هنا في الاستيديو يعني بغض النظر كم تكلفتها تقريبا؟ والله ما يدي يمكن خمسة ستة مليون تتكلم على الدولار أو للريال؟ أتوقع ريال على مدار سنة كاملة؟ وليد كم تكلفتها عندك في البنابج؟ إحنا قاعدين نسوي ثريتين لا لا هذه ما أنا قاعدين وياك وياك نرسم طيب على الربط فيها على الربط فيها طلع في سمعتها أو شاهدتها الأخطاء حقة التحكمية طلع في مبارات النصر والباطن أو الباطن والنصر كان الهدف اللي سجل النصر اللي ألغي صحيح والسبب لا يوجد لدي دليل ينفي الشيء هذا الدليل هو الخط هذا؟ يعني اللحظة لجلة الحكام ما عندها الأدوات اللي فيها رسم وفيها الهدف حق مبارات الباطن والنصر والنصر والباطن هو هذا الدليل اللي يتكلمون عليه يعني تخيل ما في رسم؟ ما عندهم ثري دي يا بوريد ما في رسم؟ هلا بنرسم الآن ثري دي ونوضح للمشاهد هل كلامهم صح ولا خطأ الآن بيوضح لنا بالرسم اللي إحنا سويناه في البرنامج بتقنية ثري دي بتدخل أن الكورة تجاوزت هذا هو بيطلع الآن الكورة تجاوزت يعني لحظة أنا معاك إحنا مأمنينها وجايبينها البرنامج لخدمة المسابقات السعودية السؤال لجلة الحكام ما عندها الأدوات هذه من إجابتهم حاشتين يهو دعم للحكم فقط في قرارة أو عدم دعم أو بقول لك شيء السؤال هل لو كان هذا الحالة الوحيدة في المباراة بتطلع لجلة الحكام وتعترف بهذا الخطأ أنت تكلم عن مباراة أنتهت بكم؟ ربعة صدر بربعة يعني معناها مهما قلت عن هذه الحالة لن تؤثر في الرأي العام ولا في المشاهدين لكن السؤال لو كان لأن نصر فايز أربعة قاله أنا قرأت المشهد كده أنه لأن الحالة ما هي ذلك الإثارة لأنه مدعموا قرارات غيرها ولم يخطون الحكم ويمكن ضربنا فيها مثال مباراة الطائب والاتفاق طيب هو هي لجلة الحكام دوري يصرف عليه أكثر من مليار ونص من الدولة بدعم ورعاية أتمنى عين السقر تكون موجودة قريبا جدا والتقنية التي تكلم عليها البلو لاين والكابتن عبدالله تكون موجودة قريبا جدا لأنه ممكن في خطة مثل هذه أنا أخسر بطولة صحيح أو تسبب في كارثة يتحملها يقول لك خطة ما في الأدوات التي تساعد على الصرف الكبير جدا لكرة القدم والدعم الموجود من الدولة لا لازم يكون التقنية موجودة والتقنية حاليا هي أساس التطور في كرة القدم اللجنة الحكام أتمنى ألا أسمع الأعذار هذه مستقبلا أنا صدمت لما قال لكابتن عبدالله قال لي لا ما فيه ما في دليل هذا قولهم في الملخص اللي يطلع اي انا ادري ادري ذلك صادم بالنسبة لي قالوها في هدف الطاي والاتفاق صادم بالنسبة لي وحنا رسمناه وطلع مهو تسلل تخيل خسر الطاي وتخيل النصر ما فاز في المباراة هذه خليه بقولك بوريد الآن لازم نكون صادقين الآن داخل اللجنة فيه طبعا كلام كثير حتى من الحكام انه ليه حالات تطلعون وتنفونها الخادش نيف وانا عبدالله القحطاني تقررونها هذه هي أوجه يا انك تطلع يعني لو تاخذ مقارنة بين اول فيديو ابو وليد حنناقش حنناقش اشتركوا في القناة